السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل صباح الروتين صباح النشاط صباح كل حاجة ورانا بتخلص ان شاء الله النهاردة الفيديو سريع جدا عايز اقول لكم ان اليوم اللي بنشتري فيه الخضار بيكون فيه اصلا روتين في المطبخ مش بعرف ادخل المطبخ اعمل اي حاجة ورايا غير لما اكون مزبطة الدنيا برا الاول فاول حاجة عملتها فتحت طبعا كل البلكونات والشفاط والشبابين بيكم كل حاجة وبعدين كناست كل بلكونات اساسي علشان نفتحها بكنسها كلها لازم اه علشان الطراب كله ما يدخلش على جوة تاني وبعدين دخلت بقى على المطبخ طبعا زبطت السرير وزبطت الحمام يعني اللي هو الروتين اليومي السريع ده اللي ما اخدش كله كله على بعده كده ربع ساعة دخلت على المطبخ بقى عايز اقول لكم ان اليوم بتاع الخضار ده اللي هو بنتعب فيه شوية كده مثلا ده زبطت في المطبخ مثلا نقول ساعة علشان نقعد ممكن اسبوع او اكتر بنسحب من الخضار على طول بقى نظيف ومخصول ونشف وجاهز وكل حاجة تمام كل الخضار اللي انا بجيبه بجيبه الاسبوع او اسبوعين على حسب كل واحدة بتشتري اللي هي عاوزاها قد ايه الوقت الكمية اللي عايزاها يعني اول حاجة بعملها طبعا بقب كل الخضار في الحض واخصله الاول بمية كويس قوي وبعدين املى عليه موية تاني نظيفة وحط خل شوية خل صغيرين وبعدين امسك واحدة واحدة ادعكها لازم حاجة حاجة ندعكها كويس جدا عندي فوتا مخصصها لتنشيف الخضار كده على طول عندي يوم الخضار ده بفردها على الرخامة واخصل الخضار كويس جدا واحدة واحدة وبعدين اصفيها عليه انا ما بكتفيش ان انا اصفي الخضار بس لا بنشفه كمان قبل ما احطه في العلب طب بالنسبة للتخزين الخضار في التلاجة او حفزه في التلاجة احنا مش كلنا عندنا علب الخضار الفاكهة بتاع الطابر وير دي او لحفز الخضار الفاكهة عموما مش مشكلة خالص عايدي يعني نستخدم بوكسات كده دي دي انا حاولت انا اعمل معاكو دي النهار ده علشان مش كلنا بنستخدم العلب دي طبع اي بوكس عندك او اي علبة تخصصيها يعني للموضوع الخضار ده بنفرش بس فيها مندي المطبخ علشان طبعا بتمتص البخار اللي موجود في اللي بينزله الخضار والفاكهة عموما واي بوكس عندك كده البوكس ده كنت جابيه بخمستاشر جنيه يعني موضوع بسيط اوي مش غالي ولا حاجة وبحط مندي المطبخ كده وبعدين الخضار بتاعي اللي انا غسلته وسبته اتصفة شوية ببتدي ان انا اجيب فوطة تانية نظيفة وابتدي انشف واحدة واحدة طيب عايز اقول حاجة انتي لو عاوزة الخضار بتاعك مش جايبة على قد الاسبوع وجايبة اكتر الافضل ان انتي ما تخسلهوش الميا برضو بتقلل عمر الخضار شوية علشان احنا لما منيجي نشف او نجففه كويس مش بيتجفف يعني مية في المية فطبعا وجود الميا عليه او انهو يكون راتب شوية مكان الميا ما تنشفش كويس بيخليه طبعا يبوز اصرع يعني او وقته يكون اقصر في التلاجة فانا بس انا عشان بجيب كميات مش كبيرة على قد الاستخدام كده على طول فببتدي ان انا اخسله كله بعدين بقى الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي حاجة صعبة جدا بسبب الكورونا وبسبب الامراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي صعب جدا ان احنا نجيب الخضار ونحطه في التلاجة ونخسل على قد الاستخدام او واحدة واحدة صعب لان انتي مش كل واحدة واحدة حتستخدميها سواء كانت خيارة او طمطمية او اي حاجة حتستخدمي تخسليها بقى بخلي وتنظفي وتنشفي وصعب ان احنا نعمل كده فانا علشان كده بجيب الخضار بتاع كله مرة واحدة اخسله كله مرة واحدة مش بكتر بقى علشان طبعا ما فيش حاجة تبوص في التلاجة عندنا او الخضار يطرى او ينشف او او يكرمش كده ويدبل يعني اا فبحب اخسله كله مرة واحدة او عندنا حط خل عشان انا عندي الموضوع الخضار ده بيمر بعدة مراحل يعني اول حاجة طبعا غسيل بالمية العادية وبعدين اصفي المية واخسل تاني بالمية وخل وبعدين اخسل كويس ابي واحدة واحدة تاني بالمية والخل وبعدين نشطف تاني كويس بالمية العادية وبعدين نصفي على فوطة وبعدين اخر حاجة خالص بقى ان انا بمسك واحدة واحدة برضو انا الشفة زي ما انتوا شايفين اللي بيحصل دل assist وحطها بقى في العلب بتاعتها سواء كانت في بوكسات زي دي عندك او في علب تغزين للخضار او الفكهة او الحاجة اللي انت متاحة عندك يعني او بتستخدميها. فالروتين بتاع يوم الخضار والفكهة ده نفس الكلام كده اللي انتم شايفينه ده. حتى الفكهة انا بخسلها برضو بخل والموضوع بيكون الخل نشبين فيها خالص خالص يعني ما فيش اي حاجة اه في طعمها مختلف او متغير يعني. ده كده شكل البوكسات اللي بتبقى عندك اللي تحط فيها الخضار بتاعك الفلفل بقى والجزر وكل الخضار اللي انت عاوزة تحطيه يكون متجفف ومخصول ونضيف بالشكل ده. برضو لو ما عنديكيش طبعا اي بوكسات اي علبة عندك عادية حطي منديل مطبخ اه في الارضية بتاعت العلبة كده ونحط الخضار بتاعنا سواء كان مخصول او مش مخصول. انا بفضل ان انا اخسله انا اساسا بعمل كده من الاول على طول بس في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده علشان محتاج كله بحتاج اخسل كله بالخل ونشف وجفف وازبط كل حاجة فبعمل احب اعمل كله على بعضه. وبحب اشتري برضو الخضار كله في يوم واحد. هي بتبقى ثاعة كده على بعضها تصبيت لكل حاجة في المطبخ ونرجع كل حاجة في اماكنها. بس بنرتاح بقية الاسبوع بقى. عندي برضو البصل والبطاطس اللي هي اماكن مخصصة هي. طبعا انت بتشوفي اه هتحطيه عندك في البلكونة ولا بتحطيه عندك في تيربو في المطبخ اللي ريحك خالص. اهم حاجة البطاطس. اما نيجي نحطها تكون نزيفة. يعني يفهاش طينة. ان ننضافها كويس لو فيها اي طينة فيها اي راملة طراب ننفض كده ونزبطها كويس. ايه علشان يعني ده التصبيت ده مهم قوي. بيريحك على فكرة فترات طويلة بعد كده. ممكن تعرضي الاخر الاسبوع لا تشتري خضار ولا تزبطي علب ولا تفسحي علب كل يوم ولا حاجة خالص. ولا المطبخ كمان يبقى متبهدل عنك. يعني انا عندي علبة البطاطس دي الاول. انا كنت عارفة ان انا هشتري طبعا الخضار وبعدين نضافت العلبة غسلتها مكان للبطاطس الابلي كده. وانا اشتفتها كويس جدا. نصبتها كمان تتهوى حبة قبل ما نحط فيها البطاطس الجديدة. انت برضو تعملي كده في اي مكان بتحط فيه عندك الخضار سواء كان علب او بوكسات او اي حاجة اه بتحط فيه الخضار. نفس الكلام في علبة البطاطس البصل. برضو نضافتها كويس وما فيهاش اي قشر ولا اي حاجة ما كان بصل قبل كده. وهنضاف البصل كويس قوي من القشر بقى وكل العروش اللي بتبقى موجودة زيادات فيه اللي هي بتكعب لنا الدنيا لما تيجي تستخدمي دي. بنضافها كلها وبعدين احط في العلبة على نظيف كده. فالموضوع يبقى سهل لبقى تجيز حابي واحدة اتنين تلاتة يبقى الموضوع انت عارفة مكانه محطوط في مكان معين. مش محطوط في كياس فوق بعضها وعندك الضرفة ولا المكان انت حطه فيه كياس 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 ومتبقاش عارفة ايه اللي بازه وايه اللي موجود اصلا لسه سليم. لان مجرد ان بس قطعة واحدة بتبوز او 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 حاجة واحدة بتبوز فبتبوز حاجات تانية حواليها. فركنة الخضار في الاكياس عموما دي حرام يعني بتبوز اه ما بتحافظش خالص على نعمة ربنا. اه الطموات الما بنركنها على بعضها في التلاجة مش عايز اقول لكم انها ما بتكملش يومين يعني اول يوم يعدي تاني يوم بتلاقيها كلها طارت على بعضها واللي باص فيها باص ويبوز بقى حاجات تانية جنبها. فمعلش انت ممكن تتعبي في المطبخ في الروتين بتاع الخضار ده شوية. ولكن بقى بصراحة راحة يعني عندك لحد اخر حاجة بتستخدميها. عايز اقول لكم طبعا الخضار بيبقى من برا مبهدل شوية وفيه تراب وكده مكان الايد. فانا هبتدي امسح كل العلب والحاجات اللي انا مزكتها وانا بعبي الخضار ده. شايفين العلبة مبصطنة زي? بقى امسح بقى العلبة كلها من برا بعد ما يكون غلاص غسلت ايدي وحطت كل البصل والبطاطس الموجود عندي. وببتدي امسح العلب من برا ومن فوق وكده عشان كمان لو فيها اي تراب طبعا موجودة على الرخامة. فمعارضة طبعا لتحت الشباك وتحت الشفات. فراكنة الحاجات دي فترة طويلة ممكن يخلي العلب كلها عليها تراب من برا وانتي مش وقدة بالك. زي ها زي الحاجات اللي بتبقى موجودة على الرخامة برضو. دي طقم التوزيع. اطقم التوابل. كل حاجات دي بيبقى يعني محتوط عليها او راكن عليها التراب. لو انتي ايديكي مش فيها على طول على اقل مراتين تلاتة في الاسبوع كده ننظف ونمسح من برا. خلاص انا كده خلصت عبيت الخدار بتاعي كله ودخلته التلاجة ونشف وانا شايفته كويس ايه دخلته التلاجة وعندي برضو البصل والبطاطس خلاص عبيتهم في الاماكن المخصصة بتاعتهم. بعد كده عندي بقى الرخامة اللي انا اشتغلت عليها دي. حشيل الحاجات من عليها وقلم معها طبعا علشان البصل والبطاطس والحاجات اللي انا استخدمتها على الرخامة تكون عفارة الدنيا لان الرخامة بنقطع عليها اكل ونستخدم عليها ونحط عليها عايش وهاي مهمة قوي قوي ان الرخامات كلها تكون نزيفة وبتلمع دايما مستعدة لأي حاجة تكون تحطيها عليها خصوصا ان احنا بنقطع عليها اكل ونحط عليها اكل مباشرة يعني. عندي حلمة الرخامة بالبخاخ بتاعي اللي فيه خل على جنرال. على غطى من الدي طول. ادام الرخام ما فيهوش اي دهون ما فيش اي حاجة على بس بهدلة من الاستخدام اللي عملنا دلوقتي او اي حاجة اتعطيها عليها بيكون الوضع سهل وبسيط. ارش كده رشة وامسح وبعدين ارجع كل حاجة تايني مكانها. عايز اقولك حاجة مهمة جدا. السيراميك اللي بقى الجزء ده. ده مهم قوي واحنا بنقطع الاكل عموما نقطع لحوم وفراخ وخضره وسلاطات وكل الكلام ده. طبيعيا السيراميك الجزء ده بيترتش عليه اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنستخدمها. لو بسيطي عندك على الجزء ده لو مش واخد بالك منه هتلاقي ما ترتش عليه حاجات كتير. خصوصا بقى لو مقطع الحوم او فراخ او حاجة ممكن يكون نقاط دم ترتشت او حاجة برضو. فضروري جدا انك تخذيه في روتين الرخامة السيراميك اللي ورق الرخامة على طول. مهم قوي ان انتي تمسحيه وتنظفيه كويس جدا. هرجع كل حاجة مكانها. من اساسيات اليوم عندي هو تلميع الرخام علشان ما ينفعش بقى عليه طراب. كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. هو روتين كان سريع. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.